اشتركوا في القناة فهو دائما وابدا المارض الاحمر امبارح ودعنا عام كان صعب جدا علينا كان صعب جدا على الجميع بدأ بالداية صعبة جدا لظروف جايحة كورونا ربنا يخلص العالم منها على خير ويشفي جميع المصابين وعودة الحياة الطبيعية فقرب وقت ان شاء الله لجميع انحاء العالم هي مرحلة صعبة عشناها كلنا ودعنا عام الحمد لله رغم اسوته وصعوبته كان النادي الاهلي هو البسمة والفرحة وصانع الابتسامة على لسان محبيه وعشاءه في كل مكان حققنا فيه السلسية دوري ممتاز دوري ابطال افريقيا واخيرا كاس مصر وفي الاخر كمان بعد التتويج بالسلسية توجنا بجيزة جلاب ساكر في الامارات كنادي القرن في افريقيا وايضا الاكثر تتويجا فيه الشرق الاوسط وده دليل على قيمة الاهلي وعظمة الاهلي احنا كجمهور وعشاء النادي الاهلي بطولات الاهلي مش عايز اقول لكم بتعمل فينا ايه الفرحة بتبقى شكلها ايه عند البني ادم يعني ممكن تلاقي البني ادم طبعا كل واحد فينا بيبقى عنده مشاكله عنده حياته الخاصة انما لما الاهلي مجرد بسم النادي الاهلي بيكسب ماتش يعني الشكل بتاعنا كله بيتغير البني ادم الموت بتاعه بفوز النادي الاهلي سواء مباراة او ببطولة مهما كان عند الواحد بيتغير يمكن 180 درجة الحمد لله استقبلنا النهاردة اول يوم فيه عشرين واحد وعشرين بنتمنى فيه ان النادي الاهلي يحقق المزيد من البطولات والانجازات والارقام القياسية فهو دائما وابدا حامل لواء البسمة في الكرة المصرية ولا يكل ولا يمل من حظ البطولات فهو يحصد البطولة وبعدين بيفكر في البطولة اللي بعدها ما بنقفش عند ايه عند بطولة معينة ما بنقفش عند مكسب معين ما بنقفش عند وصول لمرحلة في النص التتويج لا ابدا احنا بنفرح لكن بتدور على البطولة اللي بعدها بنبص على الاعلى بنبص على الاجمد بنبص على اللي جاي وحنعمل فيها ايه مش بنفكر في اللي فات بقى وإحنا عملنا وخدنا عمر النادي الاهلي يفكر في كده وعمر ما النادي الاهلي بيقعد يقول احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا لا 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 النادي الاهلي اكبر من كده بكتير النادي الاهلي بيبص دايما بعد ما بيخلص اللي فات بيبص لللي جاي وعشان كده هو سابق الجميع نادي الأهلي في حتة والأنديات الثانية جميعها مع احترامي لها في حتة تانية خالص نادي الأهلي بيتكرم مع الأساطير نادي الأهلي فخر لمصر فخر العرب فخر لأفريقيا وفخر للشرق الأوسط عام جديد بإذن الله مليء بالتحديات يمكن الأهلي عنده مهام كتيرة جدا بيفكر فيها أولها بطولة أفريقيا اللي احنا لسه مخلصينها وفايزين ببطولتها بدأنا مهمتنا الجديدة لحظ البطولة العشرة إن شاء الله أمام بطل النيجر كسبنا هناك واحد سفر ومستنين مباراة العودة عندنا كمان كاس العالم الأندية مع الكبار اللي هيتلعب الشهر الجاي ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي بإذن الله دور فيه على الأقل الجوائز الثلاثة الأولى وكمان البطولة المحببة لنا كأهلوية الدوري الممتاز والنسخة التلاتة واربعين وبعد كده كمان عندنا كاس مصر وكاس السوبر المحلي وكاس السوبر الأفريقي فيه ناس هتقولك مكفى يا عم نرتاح بقى احنا لسه واخدين السلاثية الموسم اللي فات لسه لسه ما كملناش عليه أسبوعين واخدنا كل حاجة الحمد لله لا 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 الأهلي مش كده أبدا الأهلي في كوكب تاني الأهلي بيفكر ليه ما ياخدش السلاثية السندي كمان والسلاثية تبقى ربعية والربعية تبقى خماسية ده حلم الجمهور وحلم لعبة النادي الأهلي دايما إحنا مختلفين عشان كده النهاردة هنلعب أول مباراة في العام الجديد عشرين واحد وعشرين وحنكون جاهزين إن شاء الله مباراة قدام ودي دجلة وإن شاء الله تكون بداية سعيدة للأهلوية في أول يوم في السنة الجديدة لكن قبل ما نروح للماتش النهاردة عايزين نقول لواحد من اللعبين المخلصين والمهمين والمتميزين وعشاء الأهلي كل سنة وانت طيب زي النهاردة 1 يناير عام 1990 عيد ميلاد حدوتة تونسية على الأراضي المصرية حدوتة هو علي معلول الجناح الطائر أسرع ديليبري في مصر عاشي الأهلي بمعنى الكلمة علي معلول انت بتشوفه في الملعب بتحس دايما إنه هو مش ممكن ده يكون جاي لنا محترف من تونس مش ممكن ده يكون 3-4 سنين بس بيلعب في الأهلي لا لا لما تيجي تتكلم معاه هو علي جاري يعني يساكن قدامي يساكن في شغل قدامي لما تيجي تتكلم معاه أو تسمع تصرحاته بتحس إنه هو ابن من أبناء الأهلي متربي في الأهلي من موليد الأهلي من ناشئين الأهلي تشعر إنه هو أحد أبناء الأهلي المخلصين اللي هو طالع فعلا من جوة نادي الأهلي مش لعيب محترف انضم من الأهلي بس سنة 2016 لا ده واحد من أبناء قدامي الناشئين فعلا اللي كمان إيه؟ اللي قاعدوا في الاستراحة وادعكوا في أرض الأهلي سواء مدينة ناصر أو الجزيرة علي معلول من اللعيبة المحترمين جدا اللي تعشقهم الجماهير بأخلاقه أولا والتزامه ثانيا وكمان مستوى العالي اللي في الملعب اللي بنشوفه سواء في تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف هو جناح طائر علي معلول التنسي الذي عشق الأهلي وأحبته الجماهير